يتعتبر من أقدم السكان في المغرب لم يسبقهم إلى المغرب إلا الأمازيخ هما أسبق من العربي إلى المغرب تاريخيا فلذلك هذا البلد هو بلد تعايش هو بلد الإثنيات هو بلد ديانات سماوية هو بلد الفكر هو بلد أيضا الفنون فلذلك اليهود كما قلت حاملين للفن والفكر والتقافة وأيضا يحبون هذا البلد نظرا لحاجتهم لهذا للرعاية السلطانية والرعاية المغربية لا هو تشبت اليهود بالمغرب هو تشبت تاريخي ابتداء من وخاصة بدأ هذا التشبت لظهر جليا حينما حماهم السلطان المغربي محمد الخاميس وأواهم في حين أن شعروا بالطهاد في أوروبا وحينما أتوا إلى المغرب وجدوا السلطان الحاملهم وجدوا البلد الضامن لحريتهم والضامن لسلامة أموالهم وأجسادهم فلذلك وكرس هذه الرؤية أو هذا الاهتمام المغفور لهم الحسن الثاني والآن مع محمد السادس أيضا فاليهود ينعمون هم رعاية المغرب يعيشون في أمن وأمان فشيء طبيعي أن طائفة كانت متهدة في العالم خاصة في أوروبا ولكن حينما لجأوا إلى المغرب وجدوا الرعاية التامة شيء طبيعي أن يتشبتوا بهذا البلد ولعلمكم أنه هي الطائفة اليهودية يتعتبر من أقدم السكان في المغرب لم يسبقهم إلى المغرب إلا الأمازيخ هما أسبق من العربي إلى المغرب تاريخيا فلذلك هذا البلد هو بلد تعايش هو بلد الإثنيات هو بلد ديانات سماوية هو بلد الفكر هو بلد أيضا الفنون فلذلك اليهود كما قلت حاملين للفن وللفكر وللتقافة وأيضا يحبون هذا البلد نظرا لحاجتهم لهذا للرعاية السلطانية وللرعاية المغربية والشيء الطبيعي أنه اليهود المغاربة وبحكم أنهم قضوا قرون لأن حييم الزفراني في كتابه يقول ألفي سنة من حياة اليهود بالمغرب يقول لك على أنه مصلوء إلى ألفين سنة في المغرب الشيء طبيعي أنه هذا الوجود التاريخي والاحتكاك بالمجتمع المغربي والاحتكاك اليومي سواء في الصوق أو في المتجر أو في المدراسة أو في أي مكان من الأمكان لا بد أن يخلف زواجا مشتركا فلذلك كثير من المغاربة تزوجوا بيهوديات واليهوديات هم ينتمون إلى النسيج المغربي وأنا أعرف شخصيا على الأقل 1-3 أو 4 ديالناس اللي مجوجين بيهوديات وحياتهم كباقي الأسر المغربية فيها مدن وجازر أحيانا يكون الود والويام والسلم والسلام والغير ذلك وبعض الأحيان كما نقول بأنه الخلاف في الزواج كيكون بمثابة الملح لا بد أن يكون هناك خلاف سأنتزوج بمغربية أو بمغربية مسلمة أو بمغربية يهودية وأنا أعرف الذين أعرف الكثير من اليهوديات أنهم أعتنقوا الدين الإسلامي وعاشوا في كناف أزواجهم ولهم أولاد ودرية غير فقط أنا واحد لإشارة أنه أنه اليهود الآن في المغرب رأى قلة قليلة بالمقارنة مع تواجدهم الكاتيف في اللي كان من ذي قبل بل الآن حسب ما ورد إلى علمي أقل من 3000 يهودي في المغرب يعني الشباب الآن الشباب اليهودي حينما يبلغ 18 سنة أنه يبلغ للرشد ذياله أنه يسافر إما الفرنسا والكندا وإسرائيل ولكن ولكن بالرغم من انتشارهم في العالم فتنظم رحلات بشكل متواتر لهؤلاء الشبان من طرف أبا ديالهم أو أولياء ديالهم إلى المغرب وأحيانا في كثير من المرات نصادف فوج يهودي إما كيعيشوا في إسرائيل أو في كندا أو في فرنسا أو في أي بقعة من البقعة يعني كارجعوا للمكان الذي ولدوا فيه وكيطلبوا السيدان ويدخلون إلى الدور ويقولوا لأبنائهم هنا ازددتوا وهذا هو مكان فراشي يعني أنهم متشبتون بقبورهم متشبتون بالمساكنهم متشبتون بعاداتهم بجيرانهم يسألون عن فلان وعن فلان إذن هذه ميزة تميز اليهود أنهم لا ينقاطعون عن وطنهم المغرب وإنما يحجون إليه على الأقل مرة كل سنة و ألفين سنة من حياة اليهود من وجود داخل المغرب أنتجت أنتجت عادات وثقافات مشتركة ما بينهم ومبين المسلمين بحيث أنه أحيانا لا تفرق بين اليهود في ديانته ولكنهم غريبي وبين المسلم في ديانته هذا مسلم وهذا يهودي يعتنق الديانة اليهودية ولكنه بنفس اللباس بنفس اللغة فقط أن اليهود عندنا محدد لكن لكن معين تميزهم عن غيرهم ولكن عموما يتقنون الطبخ المغريبي كعرفوا الطبخ المغريبي لأنه مغاربة شيء طبيعي لأنه مغاربة يتقن الطبخ المغريبي ويفتخرون بالطبخ المغريبي ويفتخرون وخاصة بالزي المغريبي فأين ما حلوا في العالم وإلا يرتدون الزي المغريبي لأنهم أصلا مغاربة مغاربة متشبتون بتقالدهم بأعرافهم بوطنهم فلذلك لا نكاد نجد خلافا أو اختلافا بين اليهود المغاربة وبين المسلمين المغاربة في الأكل وفي العادات بعض الأكلات تميز اليهود عن غيرهم ولكن على العموم هي عادات واحدة ويعتقافة واحدة هو المشترك سواء في المكان أو في التاريخ أو في التقافة أو في ما هو اجتماعي حتى المتخيل اجتماعي ما نفكر فيه اليهودي وما يفكر فيه المسلم واليهودي المغربي هو تقريبا النفس المتخيل عادات وتقاليد وأعراف وحياة مشتركة بحتي كما قلت هو صورة اليهودي في المسرح المغربي كما اقترح علي الدكتور عبد الرحمن منزيدان أن أنبوشة في هذا المكوين الاجتماعي والتقافي والفكري وفعلا أنه بدأت البحث واكتشفت حين بدأت البحث اكتشفت خبايا كثيرة اكتشفت أمور جديدة لم تكن تخطر على بالي أن الطائفة اليهودية بالمغرب لها إرتن تقافي كبير وخاصة في مجال الفنون في مجال الشعر وفي مجال الموسيقى وخاصة شجوري وكل ما يتعلق بالموسيقى الأندلوسية أو الغرناطية أو شجوري أو الكثير من الطبوع الموسيقية إذن هكذا وجدت نفسي لا أهتم فقط بالمسرح ولكن أيضا أهتم بجوانب أخرى كالموسيقى والشعر عند الطائفة اليهودية بالمغرب الكل يعلم على أنه اليهود لهم صناعة سينمائية في العالم كله ولكن ليسوا مبدعين في المسرح لهم باع طويل في النحو وفي الطاريخ وفي المنطق وفي كثير من العلوم الحقة وأيضا لهم باع طويل في الشعر وفي الموسيقى اليهود المغربة أيضا لا يخرجون عن هذه القاعدة القاعدة العامة تعرفي أن اليهود حينما تعرضوا إلى كثير من الهجرات من الهجرة البابلية إلى الهجرات الأندلوسية وصولا إلى المغرب وفي كل البقعة الأخرى منها الأقطار العربية الأخرى فاليهود كان يحمل معه من ضمن ما يحمل معه في ذاكرته وفي كيانه الأنواع الموسيقى وأنواع الشعر فلذلك الموسيقى والشعر لا تحتاج إلى صناعة كبيرة ولا تحتاج إلى حمل طاقيل وإنما آلة صغيرة آلة الناي أو آلة الكمان أو آلة العود أو غيرهم من الآلة الأخرى وينشد ويغني ويرتل مجموعة من الأناشيد وخاصة الشعر الصوفي عنده اليهود هو شعر مهم شعر بيوض أيضا إذن اليهود برعوا في الشعر وفي الموسيقى أكثر مما برعوا في المزرع عندنا في المغرب مثلا محاولات كثيرة وندكر ونعرف أيضا أن اليهود هم طبيعتهم أنهم يعيشون في بنية مغلقة فلذلك نجد الملاحات في كل المدون المغربية أو لجل المدون المغربية هناك ملاح والملاح هو مكان محاط بصور يعيش فيه الطائفة اليهودية معزولة شبه معزولة عن باقي السكان الآخرين فلذلك احتفالاتهم وشعرهم ومصرحهم وكل احتفالاتهم كانت تمر بينهم ولكن بعد ذلك سينفرج الحال وتبدأ التقافة اليهودية المغربية تخرج إلى الوجود والآن بعد تقريبا ما يزيد عن عشر سنوات بدأنا نسمع على اهتمامات أخرى لليهود واهتمامات للمغاربة باليهود بشكل كبير وخاصة في مجال المصرح وفي مجال السينما وفي مجال الموسيقى والغناء اشتركوا في القناة